في ناس كتير تتمنى ان حجم شفايفها يكبر شوية بس بيخافوا وبيقلقوا من الفلر يا ترى الكريم اللي هنتكلم عنه النهاردة ممكن يبقى الحل السلام عليكم مساكم والله بالخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معكم دكتور صيدالي عصام شومان الكريم اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه ديرمو فيوتشر فوليوم لبس بوستر هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو الرابط اللي من خلاله تقدروا تشتروا المنتج ده في السعودية وهقول لكم كمان في اخر الفيديو على البديل بتاعه في مصر تعالوا دلوقتي زي ما احنا متعودين نفسص التركيبة التفصيلية بتاعت منتج النهاردة ونشوف فعلا مدى فعاليته وايه اللي يقدر يعمله دي التركيبة التفصيلية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة مكتوبة على العبوة بتاعت الكريم نفسه وبالمناسبة الكريم ده صناعة بولندية اول حاجة طبعا هنلاحظها في تركيبة المنتج ده ان هو بيحتوي على عدد كبير من المرطبات من المواد المرطبة وجاية في بداية التركيبة فتركيزاتها عالية زي مثلا خلاصة بزور عباد الشمس وكمان عندنا زبدة الشيا والجليسرين وحتى كمان التركيبة فيها كولاجين والكولاجين هنا دوره فقط ترطيب يعني مش هنقول ان الكولاجين يعني هيدي حجم او كلام زي كده لا الكولاجين هنا دوره الترطيب فالترطيب والمواد المرطبة اللي موجودة في الكريم ده الحقيقة كويسة جدا ودي حاجة اكيد مهمة جدا للشفايف بشكل عام اي منتج للشفايف لازم يبقى بيهتم بشكل اساسي بموضوع الترطيب ففعلا التركيبة هنا هتكون مرطبة بشكل كويس جدا بعد المرطبات هنلاقي عندنا في تركيبة الكريم مادتين مثيرين جدا للاهتمام المادة الاولى هي خلاصة الشطة او الكابسكام اكستراكت والمادة التانية اسمها بنزايل نيكوتينيت المادتين دول بيشتغلوا على ايه؟ المادتين دول بيعملوا توسيع للأوعية الدموية عندهم قدرة عالية جدا خلاصة الشطة والبنزايل نيكوتينيت على انه هم يوسعوا الأوعية الدموية ويزودوا حاجة بنسميها البلاد فلو او تضفق الدم فبيزودوا تضفق الدم للشفايف طيب ده يعمل ايه؟ يعمل حاجتين مهمين جدا اولا هيورد الشفايف انا بزود الدورة الدموية بزود الدم اللي رايح للشفايف فبوردها دي اول نقطة وتاني نقطة الدم اللي رايح كتير ده هيزود الحجم هيدي فوليوم وهيدي حجم للشفايف ده بالاضافة كمان لوجود حمض الهيلورونيك في صيغة صوديوم هيلورينيت وكلنا عارفين حمض الهيلورونيك بيعمل ايه؟ بيكتذب المية الجزئ الواحد من حمض الهيلورونيك زي ما كلكم عارفين بيقدر ان هو يكتذب الف ضعف وزنه من جزئات المية فعشان كده حمض الهيلورونيك معروف قدرته في البلمينج او ان هو يعمل امتلاء ونضارة فبرضه وجود حمض الهيلورونيك هيساعد هو كمان في موضوع الحجم مع المادتين اللي احنا قلنا عليهم خلاصة الشطة والبنزيل نيكوتينيت فالتركيبة فعلا هي كويسة وفيها فكرة او فيها كونسبت فعلا من خلاله تقدر التركيبة دي ان هي تشتغل على موضوع التوريد ان هي تورد الشفايف وتديها كده دموية وكمان تشتغل على موضوع الحجم ولكن هل هي فعلا بديل للفلر؟ لا طبعا ما قدرش اقول كده ما قدرش اقول ان هي هتنفخ ما قدرش اقول ان هي هتعمل تغيير جزري في حجم الشفايف طبعا ابقى كدب لو قلت الكلام ده ولكن هي هتدي نوع من الامتلاء هتدي نوع من الحجم الاكبر لشفايفك ان نقدر نقول ان هي هتخلي شفايفك شكلها احسن شوية لو انت حسن شفايفك حجمها صغير ومحتاجة شوية بلمنج كده ومحتاجة شوية امتلاء ففعلا التركيبة تقدر تعمل كده المواد اللي فيها تقدر فعلا ان هي تعمل كده وتدي حجم احسن شوية للشفايف لكن هل هي تبقى بديل عن حقن الفيلر لا طبعا لا طبعا هبقى بالغ وهيبقى كلام مبالغ فيه وكلام غير منطقي لو قلت كده ولكن التركيبة فعلا كويسة وهتدي فعلا نتيجة معقولة نتيجة معقولة خصوصا مع الاستمرارية مع الاستمرارية ومع الوقت ومع المدومة هو طبعا الالعبوة مكتوب عليها ان في خلال خمس دقايق هتشوف نتيجة ومش عارف ايه سيبك من الكلام ده خالص انا بقولك بعد شهر بعد شهر من الاستمرارية والمدومة والانتظام على الكريم ده ان شاء الله رب العالمين هتلاحظي فرق وهتلاحظي نتيجة كويسة استخدام كريم ديرمو فيوتشر فوليوم لبس بوستر بيكون من مرتين لتلات مرات يوميا وطبيعي جدا انك في بداية الاستخدام هتحسي كأن في لسعة كده في شفايفك ده شيء طبيعي جدا لان زي ما قلنا التركيبة فيها ايه التركيبة فيها خلاصة الشطة الكابسكم او الشطة موجودة في تركيبة الكريم ده فطبيعي جدا انك هتحسي بلسعة في بداية الاستخدام مع الاستمرار اللسعة دي هتبتدي ان هي تغف لما الشفايف عندك تتعود عليها وزي ما قلتلك انتظمي عليه كل يوم كل يوم بإذن الله ومع الوقت ان شاء الله رب العالمين هتشوفي نتيجة حلوة جدا خصوصا على فكرة يا جماعة ان هو سعر اقتصادي جدا يعني ان شاء الله رب العالمين لما تشوفوا سعره من خلال الرابط اللي موجود في صندوق الوصف في السعودية هتلاقوا سعره اقتصادي جدا بالنسبة طبعا للسعودية فكويس وفعلا حاجة تقدري انك تستفيد منها وفعلا ان شاء الله هيعجبك بالنسبة للبديل في مصر فاحنا الحقيقة ما عندناش منتج نفس التركيبة بالضبط ولكن اقرب حاجة يعني اللي هو حاجة اسمها ايفا لب لامنج سيرم ايفا لب لامنج سيرم ده بيعتمد بشكل اساسي على حمض الهيلورونيك فمع الوقت ومع المدومة ومع الاستمرارية ان شاء الله رب العالمين برضو ممكن تشوفي منه نتيجة كويسة صحيح ما هواش زي الديرمو فيوتشر الديرمو فيوتشر طبعا تركبته اقوى الحقيقة وخاصة في موضوع التوريد وان هو فعلا يدي حجم وانتفاخ وانتلاء لا الديرمو فيوتشر اكيد هتبقى تركبته اقوى ولكن الايفا لب لامنج ده معقول وكويس لحد ما ربنا يسهل ويبقى فيه كده وكيل شاطر يقدر ان هو يجيب الديرمو فيوتشر مصر ويتوفر في مصر باذن الله فده البديل المتوفر حاليا في مصر وبس ده كان فيديو النهاردة لو كان عجبكم الفيديو ومن فضلكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وتعملوا شير للفيديو ده مع كل اصدقائكم واللي منكم لحد دلوقتي لسه مش مشتركة في القناة يارد تشتركي دلوقتي حالا وتفعلي جرس التنبيهات عشان ما يفوتكيش اي فيديو من الفيديوهات الجاية باذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقيها ظهرة قدامك دلوقتي على الشاشة ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله في امان الله